بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم ابناء الطلبة. طلب الصف الاول احدائي. المنهج السعودي. مادة الرياضيات الترمي التاني. معنا الفصل ده اتناشر. هناخده مع بعضه. ده الفصل ال قبل الاخير. قبل فصل النقود. فصل اتناشر بكلم عن الاشكال الهندسية والقصور. الاشكال الهندسية ده جزء من الرياضيات. بسمو الجزء اللي هو الهندسية. ممكن نبعيد عن الاركام شوية لكنه في الاخر ايه? فرع من فرار رياضيات. ااااا. اللي في كل من السطرين التاليين شكل مكرر مرتين. احوض. دول فيه شكل متكرر. ايه الشكل اللي متكرر. ده شكله بيسموه مربع. هو الجزء اللي في الوش ده اسموه مربع. وده برضو اسموه مربع. ماشي؟ لكن ده يعتبر مقسم كام. مقسم ده انا حاجة قدام على الترابيز. فالاتنين دول مقسمين. المقسمين دول بيسموه مكعب. مقعب. وده اسموه مربع. ماشي؟ بعتبر الشكل اللي هو متكرر مرتين هو المقسم ده. بيسموه مقسم. وده شكل اسموه مربع. طب هنا ده مثلت وده مثلت وده برضو تحس ان هو شكله مثلت لكنه في الاخر برضو مقسم. المقسم ده بيسموه مخروط. مخروط. اللي تكرر المثلثين. ببعض الاشكال الهندسية والمجسماد. حوض شكل المقسم الى جزئين متطابقين. زي الجزء اللي انه حديدة. زي الجزء اللي على مينو بالزبط. هنا. لا على يده كبير. وده صغير. ده بدمج جزئين. ده لتلات اجزاء. ده الشكل اللي هو جزئين متطابقين هو اول شكل. حوض الشكل المقسم الى اربعة اجزاء متطابقة. اربعة. ده واحد اتنين تلاتة خلاص. ده اربعة. ده واحد اتنين بس. واحد اتنين تلاتة اربعاية اهو اللي ايه? البت زي دي. المجسمات قلنا المجسمات دي حاجة قدامي على المكتب. حاجة شايفها? حاجة بقدر امسكها. دي اسمها مجسمة. زي المكعب اللي هو متكون من كل مربعات. القرى اللي يبصلها من اي حتة دايرة. مخروط. مخروط من تحت اسمها دايرة. ومن فوق لي راسكة. زي الايس كريم. كيمو كونو. وهنا الاستوانة. الاستوانة دي من فوق دايرة. ومن هنا كده حساية مستطيحة. دي اسمها سطوانة. دي عالب جسمة او الكنزة. ماشي? دي بعض المجسمات. دي اسمها مجسمة. احوط المجسمات التي لها الشكل نفسه. ما اذكر اسمها. دي مجسمة. دي على شكل سطوانة. من هنا على شكل سطوانة دي كرة. دي سطوانة. محوطة. وده مكاعد. وده ايه البستلة دي بتاع القمامة. بستلة القمامة. دي برضا على شكل سطوانة. نجي على الشكل دوت اللي هو مخروض. ده شكل مخروض. من اللي شابه ده? اه ده براس ومن تحت دايرة وده مخروض. وده سطوانة ده كرة. وده مخروض. دا ايه ده من فوق راس ومن تحت. كرة. برتقالة كرة. مخروض لا مكعب لا سطوانة لا. مكعب. ده سطوانة كرة ده مكعب. وده مخروض. ابحث عن اشياء تشبه المجسم ثم ارسمها. مكعب شوف ايه حاجة قدامي على شكل مكعب. وارسمها. ممكن ايه يكونوا قدامي على المكتب شبه المكعب بسماعة مثلا بتاعت الليكتوب. سطوانة في كنزة او ززة زيت او قلبة سنة. مخروض بتاعت الايس كريم. الكرة ممكن برتقانة او تفتاحة. اصنف المجسمات الى مجموعتين. احاوة المجموعة الاولى. بخط اخضر والمجموعة السنية بخط اسرق. انا عندي ده مكعب مكعب. كرة كرة مكعب. المكعبات هعملها بالخط الاغضر. دي المكعبات ايه. والكرة خليها بالخط الازرق. ازاي سنفت هدي المجسمات? سنفتها على حسب الشكل. ده مجسم على شكل مكعب. وده مجسم على شكل كرة. تصنيف المجسمات. يتضحرج يتراص ينزل. في مجسم ينفع يتضحرج زي كرة البولنج كده والكرة بتاعتنا العادية. وفي يتراص. طيه ينفع على رسوم فوق بعض او جنب بعض. وفي ينزل. زي السلم مثلا. حاجة بتعمل عليه بتنزل. الزحف. تمام? ده مسلا اول واحد اللي هو ليه القرة دي? بتتضحرج. قرة البولنج. ودي ينزلت. اللي هو ليه? المكعب. وده هي تراص مكعب برضو بيرسه فوق بعض. وعشان نحط الحاجة فوق بعضها لازم يكون سطحها مناسب. نفعيش حط مخروض كده وحط فوق مخروض. السن مش هيقف على السن. اهي بقى صعب شوية. ده كده. كده مش هيقف على بعض. فمش هينفع هنا اقول يا تراص. ممكن ينزلق عادي او يتضحرج. حوط المجسمات التي تتضحرج. دي كرة. هل الاستوان ينفع تتضحرج او? لو ما يلتهى لجنبها كده. زي البرمي. دي كده تتضحرج قدية. قلبة الكنسة. المكعب لا اما يتضحرج. القرى دي تتضحرج. المخروض لا. ولا يتضحرج او لو نيمنا برضا على جنب. ممكن يتضحرج يلف على دي كده. ماشي? طيح. حوط المجسمات التي تنزلق. طبعا تنزلق. زي المكعب كده اللي حطنا على سلم وورا منها هي ايه? هينزل. ده برضو هينزل. القرى دي هتتضحرج. ماشي? دي برضو تنزلق. حوط المجسمات التي تتراسين فارسها على بعضها. عطا فوق بعضها. ممكن استورنا فوق استورنا فوق استورنا. عالب تسامنا فوق عالب تسامنا عادي. ومكعب فوق مكعب عادي. كرة فوق كرة لا مش هتزبط. مخروض فوق مخروض لأ. اصل بين الصورة وميناسبة من مجسمات او اكتف. ايه اللي ممكن يا ده ضحرج. ممكن الكر. ايه تنية ضحرج. ممكن ده. ممكن ده. ينزلق. كلهم ينزلقوا مع ده ليه الكر. يتراس. ده هم الاتنين ده بس. تفكير البصر. اشرح كيف هتتشابه هذه المجسمات وكيف هتختلف. هو بيتشابه في ان ده من كل الوجوه بتاعته مربعه. يعني ده مربع. ومن هنا مربع ومن هنا مربع ومن هنا مربع وده كذلك وده كذلك. ده التشابه. الاختلاف ان ما خليش واحد فيهم مربع خليه. مستطيل ما سفق. يبقاش مقعب يعني ممكن يبقى كده. ده كده نبقاش مربع بقى ايه مستطيلات. ممكن لو واحد فيهم بقى كده لا ده يبقى مختلف. أبحث عن نمط. ستوانة مقعب ستوانة. ستوانة حمرة مقعب ستوانة خطر. ستوانة حمرة مقعب ستوانة خطر. ما الجسم المفقود ستوانة الحمرة. ده. أبحث عن نمط لأحل المسألة. ده مخروط مقعب ستوانة. مخروط مقعب ستوانة. مخروط. ده مجسمات فهد. أرسم المجسم المفقود. مخروط مقعب. مخروط مقعب. هو المقعب اللي بنقص. أرسم. في الفيلم ترسمو ازاي؟ أرسم مربع كده. أرسم مربع تاني كده. أرسم. 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 ارسم. ده. 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 أبحث عن نمط لأحل المسألة. باتبا ماجل. سوفا من المجسمات. قبل المجسم المفقود. ده مكعب ومش عارف اللي بعض مخروط مكعب مخروط مخروط مكعب مخروط مخروط يبلوه باقي مخروط يسترسموا باللحمة رتبت فاطمة صفا من المجسمات واحتاجت الى مجسمين ارسم هذين المجسمين مخروط مخروط مش عارف ايه ايه مخروط 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 مجسم كرة منها برتقاني كده بعدين ارسم له المخروط الاخطر مخروط 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 يعني مثلا الدايرة دي وده مربع يقولي امرر قلمة حول المجسم ثم احاول الشكل الذي يظهر عليه ده لهو وبين قدامي يظهر على شكل ايه مربع طيب الستوانة دي لو هي ظاهرة قدامي تظهر على شكل مسلس ولا دايرة لو نبسط لها من فوق بعدين ده مستطيل ده مكعب اسبوانة ده شكل بيسموه متوازي مستطيلات يعني مستطيل من كل حتة متوازي مستطيلات مثلس الهرم ده ده اسمه هرم هرم فيما يتشبه المخروط والاسبوانة احطني المخروط للصنع دي المخروط هرسمه لكم جنب الاسبوانة جيل الصنعي جنبها مخروطة دي دايرة ومن فوق جاء رأس ان تشابه ان من فوق دايرة ومن تحت دايرة يعني القاعدة بتاعتها دايرة 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 لكن من فوق مختلف فيتشوه بين الاسبوانة والمخروط القاعدة بتاعتها دايرية يختلفان ان برضو الرأس بتاعتها هنا دايرية وهنا رأس عادية نقطة ماشي؟ عشان كده مختلفين من بعض احوط المجسم الذي يظهر عليه الشكل المستوي المجافر دا مسلس وده مكعب هرم صندوق او اللي هو متوازن مستطلات طبعا اللي فيه مسلس هو الهرم اهرمات الجيزة في مصر الدايرة متوازن مستطلات مخروط مكعب او متوازن مستطلات برضو دي قاعدة دايرية يبا دي دايرة يبا هي دي المربع في كباية دايرية دايرية من هنا مروحة مروحة ممكن دا او مش مروحة دي داستوان من هنا شكلها ايه مربع الكرة طبعا لا دي بادي اقر مستطيل الحلة دي مش بان علىها مستطيل كباية برضو مش بان علىها الشانطة دي اوه ممكن دا مستطيلة ما اسم المجسم الذي لا يظهر عليه اي شكل مستوي عندنا المجسمات مخروط هرم مكعب متوازن مستطلات ستوانة كله في اسم مجسم ما يظهرش عليه اي شكل مستوي زي مين زي مثلا مستوانة ماشي؟ لان القرى ممكن شكل داير لكن اللستوانة ملغبطة شوي ممكن من فوق دايرة ومن تحت دايرة ومن هنا مستطيل ده ممكن المخروط ماشي المخروط لو بسطته من هنا ليعلي شكل ايه؟ مسلس ممكن المخروط او اللستوانة حوط المجسمات التي لها الشكل نفسه دي كرة 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 مكعب مكعب التلبية حوط المجسمات التي تتضحرج 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 دي كرة مشي؟ دي كتتضحرج ولا لأ؟ بسطوانة اه تضح دي لأ حوط المجسمات التي تنزلق ممكن دا ممكن دا حوط المجسمات التي يظهر عليها الشكل المستوي المجاور مستطيل قلنا اللي هو دا تازي مستطيلات دا كل سطوانة والمخروط لأ رتب فيصل صفا من المجسمات ابسو المجسمين المفخرين مكعبين كرتين مكعبين مفروض كرتين هذه واحدة مجسمة والثانية بعدين مكعبين 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 وادي ثلاثة صوابة ها وجدت ثمانية تسعة وعدي ثمانية بعدين سبب بعدين سبب واحد زي الثمانية بحط التمانية الكبير فمخروط ثلاثة صوبعة واحدة ثمانية ثمانية ناقص ثلاثة 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 سوابة واقص منهم ثلاثة دول تسعة قص تلاتة. تبادي خمسة وفي واحدة هو تبقى ستة. عشرة ما قصت عشرة وما شدش منه هيدا تبدال عشرة. ورتب الأشياء من الاكسر الى الاطول ورتب الارقام واحد اتنين تلاتة واكسر واحد بعد اتنين تلاتة. اكمل النمط في كل مما ستة تمانية عشرة كل مرة بيزود اتنين. سناية اتناشر اربعتاشر. عشرة خمستاشر عشين خمسة وعشرين تلاتية. خمسات. تمسة وتلاتية. اربعين خمسين بعشرة وديكة عشرين ودي تلاتين عشان كده دي بعد اربعين خمسين ستين. سناية 12, 14, 16, 18, 20 الأشكال المستوية الأشكال المستوية قلنا ده مثلا بيسموه مثلث ده سموه ايه ضلع في المثلث معنى كده ان المثلث ده عنده قم دلع واحد اثنين تلات مثلث ثلاثة بلاح بالحطة ده اسم ايه رأس الرأس دي اللي يبطور بالضلع وضلع بجيب ضلع من هنا وضلع هنا وبيب مصمر واسبتها مصمر ده اللي هو الرأس طبو دي كمان رأس سبت ده مع ده طبو دي برضو كمان رأس وليه كم رأس ثلاثة نكري بيسموه مثلث ثلاثة أطلع وثلاث رؤوس المستطيل ضلع ثمين ثلاثة أربعة ده اسموه ايه ثلاثة أربعة طبو كم رأس واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة رؤوس أربعة أطلع وأربعة رؤوس فاخد بالي ان فيه اثنين ادبع تقول لتنين الثانين ادبع طيب مربع برضو واحد اثنين ثلاثة أربعة كم رأس صديم اسمار اثنين ثلاثة أربعة كيف هل المربع المستطيل المربع كله أدبع ده أدبع ده أدبع المستطيل فيه اثنين طوال أدبع ده أثنين قصيرين أدبع كده سميت ده مستطيل وده مربع تبدي اسمها ايه دائرة 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 طرح ما فيهاش أضلع ولا فيها رؤوس مش محتاج أربط ما سميه ليه هو كل خط كده ولافف مربط في نفسه مش محتاج أربط أسمي الشكل المستوي المجاور وأحوط الأشياء التي لها الشكل نفسه ده اللي هو المثلث ثلاث أضلع وثلاث رؤوس مين هنا ينفع شكل المثلث ممكن الخيمة وأشارة المرام اسمح للمروف دي دائرة فاشوة أضل من تاني دائرة اهي شعر المجلس التعاون الخليجي اللي هو بيضم دوال الخليج ممكن المنبئ ده على شكل دائرة والنص لامونة دي أو نص برتوان برضه على شكل دائرة سمي بعض الأشكال التي لها شكل الدائرة في فصله ممكن لو فيه شباك على شكل دائرة ممحا على شكل دائرة مقلم على شكل دائرة قلبة الأدوات الهندسية كاف اسمي الشكل المستوي المجاور وأحوط الأشياء التي لها الشكل نفسه ده مربع كل أضلع قد بعض ممكن الزوار ده قف دي لأ أضلع كتير دي ممحنش أو صابون ده مستطيل أربع أضلع لكن في دلعين قد بعض ودلعين تنين قد بعض ممكن دي أكتب أكتب عدد الأضلع وعدد الرؤوس مستوى المربع وأنا مغمد أربع والرؤوس لازم زي أربع الدايرة قلنا مفيش صفر وهنا صفر هنا المستطيل أربع والرؤوس أربع المسلس ثلاثة والرؤوس ثلاثة كيف يختلف المربع عن المستطيل قلنا المربع كل أضلع وأد بعض لكن المستطيل فيه دلعان والأد بعض والدلعان التنين وصيرين بس أد بعض وده اختلاف المربع عن المستطيل الأجزاء المتطبقة المتطبقة دي زي المصنع كده بيجيب المصنع المكنة مثلا بتصنع الممحة عشان إيجا الممحة دي لازم المكنة دي بطلع كل الممحة زي بعض بالزبط أو التيكت اللي بطيب عليه اسمي كده ولازم تكون تبكة أضع القطع النماذج على الأشكال المكسومة في مكتب عدد الأجزاء المتطبقة طبعا ده مربع وده مربع وده مربع نحطهم على بعض تأكد النوعين متطبقة مثلت مثلت ده على المثلت ده على المثلت ده برضو يتطبق وده 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 يتطبق ده كم جزء واحد اثنين ثلاثة ده كم جزء واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة ده كم جزء ثلاثة كيف اعرف ان الاجزاء في الشكل ما متطبقة? هطبقهم. اضم ده على ده على ده. وليهم بطلعين ادى بعد الزفر. حاول الشكل لازي اجزاء متطبقة. جابوا باجزايا مسلا. واحنا تلاتة اصدقاء واحد خد دي والدون هنا دي والتلات خد دي. اقول لهم لا الاسم دي ايه? مش بالعدل. دي انت وقت اكبر مني. وانا دافع زي زي. نرجع نسبة تاني بالعدل. ده اد 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 ده 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 وطيه? كله متطبق? اقول لي لا ادي كبيرة من هنا الهنا. لو جدا شلها واحطها هنا لا دي صغيرها. دي برضو ايه مش متطبق? دي دي. لا كده اسمت العدل. متطبق. دي لا مش اسمت العدل. دي اسمت العدل. دي طبعا مش اسمت العدل. دي بسموها دول متطبقين الاجزاء متطبق. لكن الباقي مش متطبقين. مش اد بعض بالزبط. ارسم خطا او خطوطا لأقسم الشكل الى اجزاء متطبقة. انا عايز ارسم خط اقسمه نصين او موقن اربعة او موقن ستة. ده جزء المتطبقة. موقن كده. ثلاث اجزاء متطبقة. كده. موقن كده. او دي كده بمتطبقين والسواحد اخر اكثر من الثاني. موقن كده. دول كده تلات اجزاء متطبقة. دول اربعة اجزاء متطبقة. دول اربعة اجزاء متطبقة. موقن كده. موقن كده. يكتر البصري اقتصمت سميرة هدي الشطيرة مع زميلته. كم بنتا ستأكل من الشطيرة. طبعا قسمة تلاتة وكيد هم معي تلاتة طبعا العنصر اللي بعد كده النص النص فأقسم حاجة نصين بالزخط طيب النص ده لو عايز عبر عنه يعني الجزء الواحد فيه شكل أرقام دي بسكوت هي ومقسم هي نصين بكتب النص ازاي النص اللي هو الأصفر ده هو واحد جزء واحد طب هم كلهم كم جزء جزء ايه يبقى ده واحد من أصلا كانوا كم جزء ايه ماشي يلي العدد العلوي ده هو عدد الأجزاء الملونة أما العدد السفلي ده عدد الأجزاء كلها يعني اللي مثلا أنا عندي بيت ذا كده هنقسمها كامل احنا كنا ثلاثة أصدقاء فهنقسمها ثلاثة ضحق الله ده كده مصيبي فين ليه ليه نصيبك ده مصيبي ده عايزة اكتبه في شكل كس اكتبه ازاي السهلة وكم جزء متلون نصيبك كم جزء واحد هم كلهم كم جزء اصلا كانوا متعسمين واحد من ثلاثة بس هو ده نصيبك جزء وهم اصلا كانوا ثلاثة أجزاء ماشي كده طيب البيت ذا طلعت بالسجوء مثلا وزميلي قال لا انا بحبش السجوء خد نصيبي عم ويدفع الفلوس اللي انا دفعه وخد نصيبي والله ماشي كده كم جزء متلون نصيبي كم جزء اثنين هم كلهم كانوا كم تلاتة بدا اسمه اثنين على تلاتة ده بيسموه القصور الكسر ولقلون نص في الشكل نصه نصه يعني جزء وهم اصلا اثنين نص نص كيف اقسم شطيرة مع الزميلي بالتساوي اعمل خط يقسمها بالنص ولون نص في الشكل ماشي دسا ملوني نص قلبه طبعا من فاش حد يعيش بنص قلبه احل المسقف اكلت عبير نص برتقالة واكلت بوتينة نص البرتقال الاخر قالت عبير ان نصيبها اقل من نصيب بوتينة ازاي عبير بقى هل المقالته عبير صحيح طب انت خدت نص واخدت نص ازاي اقل بقى يبقى عبير كلامها ايه زيب صحيح عايزة تعمل مشكلة وتتخاني اخر بس زيب صحيح الثلث والربع احنا خدنا النص بعدم النص بيبقى جزء متلون هما كلهم كوزين الثلث ده جزء متلون ادي واحه هما كلهم كم واحد اتنين ثلاثة الربع بقسم ها اربعة اجزاءة متصاور وده نصيبه يبقى واحد كلهم كم اربعة واحد ا ghla 4 يسمووا ده روبع الثلث الثاني كان اسمه نصر اكتب الكسر واحد متلون على كلهم كم Hookah III واحد متلون على كلهم كام اربعة. ولون جزء واحد من الاجزاء المتطبقة واحوط الجزء. ادي جزء واحد اروف. يبقى ده واحد وهم كلهم اتنين. ده واحد وهم كلهم تلاتة. ده واحد وهم كلهم اربعة. نص ثلث ربع. ما الفرق بين الثلث والنص? طبعا الثلث ده جزء متلون من تلاتة اجزاء. ده كان النصف ده جزء متلون من جزءين. يعني كنا احنا صادقين بس. فكان ده نصيبي. لكن لما جي واحد معنا واحد تالت. اعدنا التقسيمة تانية واقسمناها على تلاتة. بجزء من تلاتة. اكتب الكسر الذي يمثل الجزء المأكور. طيب هو كم التاكل كده? طيب ده كان جزء هم كلهم كام تلاتة. طبعا انا عملت في خط ده ليه? نفعش اقول واحد من اتمين مش معقولة ده ادي ده. تأكيد ده كان فيه خط هنا عشان قوي ثلاثة اجزاء. ده برضه اقدر اقول ان هم ايه? جزء من اربعة. ولون جزءا واحدة من الاجزاء المتطبقة واحد من تلاتة. واحد من اتنين. واحد وكلهم اربعة ربع. اكتشف الخطأ واصحح. يقول سالم ان واحد على تلاتة من هذه الفطيرة. يحتوي على قطع اللحن. واحد ان تلتة دي الفطيرة يحتوي على قطع اللحن. اكتشف الخطأ واصحح. اهل واحد على تلاتة في قطع لحن. طبعا انا الرجل زود لنا لحمة في الحتة بتاعت. طبتنا الحتة بتاعت وهي. ماشي. تقلب يحب اللحمة وزميله ايه نباتين. ما بيكلوش لحمة. طيب ده كم جزء ملون واحد. هم كلهم كم جزء واحد اين تلاتة اربعة. تيب اين جزء من اربعة او ربعة زي الفطيرة احتوي على قطع اللحم. تمام كده? ولون نص الشكل باللون. اهو. ولون تلت يعني بلون جزء من تلاتة. وده بلون جزء من اتنين. ولون ربع لون جزء من اين من اربعة. اصل الشكل باسمه. مربع. مخروض. قرى. مغلب. حوض الشكل المستوي الذي يظهر على المجسم. ده مكعب يبقى. مربع. استوانا. داية. اكتب عدد الاجزاء المتطبقة. هنا اثنين. هنا اربعة. هنا تلاتة. فلون جزء واحد. من الاجزاء المتطبقة. ده جزء من تلاتة. تلاتة. احل المسألة. يريد سامي وياسر ان يقسم فطيرة بالتساوي. ارسم خطين يبين كيف يمكنهما ان يقسم هذي هذه الفطيرة. خطا عايز يقسم خط يبيني زي نقسمها بالتساوي. بس كاته. ده كذا طريق. اعتبرت رقم. مجسم الممثل للشكل. الظاهر هو. ده مخروط. مخروط. ده مستطيل. كان مستطيل. علوة الهدايا دي. الجملة التي تمثل الشكل هي. وراح على السبعة بعدين امشي تلاتة. سبعة زي التلاتة. رتب الاعداد من الاكبر الى الاصغر الاكبر. اتنين تلاتة اربعة تلاتة. طيب اربعة الاول. خمسة اربعين الاول هي دي. من الاكبر. الاشارة المناسبة في الفراغ هي تلاتين وتلاتين وتلاتين مساوي. شكل الذي يمثل الجملة العددية ستة ومقص اتنين. ستة وشلت منهم الاتنين دون. ده هي دي بقى اربعة. العدد المكمل للنمط عشرة خمستاش عشر خمسة وعشر ثلاتين. شيء الاثقل هو. كتاب الام مسترع اللي بتقلم لكتاب. الشكل الذي يمثل كسر واحد على ثلاثة واحد من ثلاثة. هو ده. الشيء الاكبر سعة بره. الشكل التالي في النمط هو. مستطيل. مسلس دايرة. مسلس. مستطيل. مسلس دايرة. سبعة زايد اربعة سبعة في مخ وطلع اربعة سابعة. تمانية تسعة عشر احد عشر. الشكل الذي له اربعة رقص واربعة اضلاق اهو. يريد المعلم تقسيم الطلاب الى مجموعتين متساويتين. اذا كان في الفصل عشرين طالبا. فكام طالبا في المجموعة الوحدة? عشرين هقسمهم نصين. يعني كل مجموعة في عشر. شوفكم على خير ان شاء الله في الفصل التلاتتاشر. واخر فصل النقوة. السلام عليكم.